السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 24 آدار مارس القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 38 و37 دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعدها للميزان ورح يظل القمر موجود في الميزان لغاية الساعة 9 ودقيقتين من صباح يوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الآن بما أنه موجود في منزل تلسماك الأعزل وهي منزل للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8 و37 دقيقة من مساء يوم الأحد اليوم بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعدها لمنزل تلغفر وهي منزل إلى الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما أنه موجود في برج العذراء لغاية ساعات المساء فمنظل على طبيعتنا الجادة ومنول المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا أو على صحتنا بنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء منكون منظمين جداً والناس حوالينا بيكونوا نادراً أنهم يقدموا نوع من أنواع الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بيكون مسيطر بحجم كبير على الجميع وبرضو في هاي الفترة يعني هي أفضل وقت للتخلص من عاد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية طبعاً تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبيزيد اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر اللي هو خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصر اليوم الاحد بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل أثناء خلو المسار وهي ذروتها طبعا زاوية التزديس الإيجابية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتأجج الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان هاي الزاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات اللي هي الأمور الفنية تحديدا ابتمنحنا الراغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة ومنحق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب للأمور التي تتعلق بخطبة أو زواج الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الميزان عشان هيك بنصير في وقت أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية بنصير ناشطين أكثر اجتماعيا ومن ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة إنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شي جميل ومميز بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعات المساء عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات المساء وما بعد بصير أن الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضول اللمس، البنكرياس، الأنسلين، أسفل الظهر، والزايد الدودية طبعا بالنسبة لهاي الأعضاء لا يصلح اليوم عمل أي عمليات جراحية لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن باقي أعضاء الجسم طبعا إذا كان هاي الأعضاء أو هاي العمليات سايد إفكت تعتاب بعمل نزيف أو من احتماليات أن يكون فيه نزف دم فما مننصح فيها نهائيا بالفترة هاي لأنه مراحل اكتمال القمر مية بالمية فعشان هيك ما مننصح فيها أما باقي أعضاء الجسم عمليات صغرى أو عمليات ما إلها هاي المخاطر فما فيه أي مشكلة طبعا هذا اليوم لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية زي ما حكينا للأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل ولكنه مش مناسب لعمليات الجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ولا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان خلو المسار القادم بيكون الساعة 11.8 دقائق من مساء يوم الثلاثاء بيبدأ طبعا 11.8 دقائق بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة التسعة ودقيقتين صباحا من صباح يوم الأربعة بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 3.15 دقيقة عصرا بيصير 15 يوم، نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19.04 منتحس الآن بنسبة 25% ساعات الصباح منتحسه بنسبة 50% القمر في العذرة ورح ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان حتى يوم 24.03 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 1.04 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5.04 سعيد بنسبة 5% المريخ في الحوت حتى يوم 30.04 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعاً مظل التركيز على أمور إلها علاقة بالعمل والضغط على مستوى العملي اليوم فبالعمل بيتراكم أكثر من المعتاد ممكن اليوم يكون في صعوبة لإنجاز بعض الأعمال أو تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تنتبه لأعمالك وبدك تنتبه أيضاً لصحتك حاول أنك تعالج المسائل الطارئة وحاول أنك اليوم تكون مرن جداً أما من ساعات المسائل بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتتعقد الأمور بتطرى بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر من القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بالرغبة عندكم قوية للتقرب من الأحبة من الأبناء من الوالدين من الترفيه من التجميل وأيضاً وقت مناسب لإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم الفترة هاي ما زالت ممتازة لغاية ساعات المساء ولكن حاولوا إنكما تفرضوا سلطتكم على أحباكم رغم أنها فترة بالظل أوفر حظاً وما بتشعر بالطمأنين والراحة لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم لأنه بتبدأ الواجبات بالتزامن وابتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً التركيز بظل على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات المساء فعشان هيك ببتنشغلوا بتنظيم أموركم البيتية والعائلية وبظل وقت مناسب لإدخال أي تعديل مطلوب على المسكن تصليحات ترميمات مناسبات عائلية ولكن بظل في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول أنك ما تنتقد أي إنسان لأنه في نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو المصاريف أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها اليوم من ساعات المساء يعني بتصير الأمور كلها مثل ما بترغب وبتنتصر على كثير من الأمور برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بيظل النشاط بالتنقلات والاتصالات اليوم عالي جدا وممكن اليوم يكون في عندك امتحان أو حوار خاص أو حوار مهم جدا ما بجوز الفشل فيه طبعا هذا الأمر راح يظل مستمر لغاية ساعات المساء وممكن يكون لك فيه حوار ما بينك وبين أخ أو جار يعني اليوم فيه لقاءات واتصالات مفيدة ممكن تجري مفاوضات أو تقوم بالزيارة أو تلاحق أعمال مهمة وضرورية وعلى المستوى العاطفي الأجواء مناسبة جدا أما من ساعات المساء بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تجنب أي انتقاد للأحبة أو للعائلة وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شيء أنك تواجه المواقع بمنطق وحاول إيجاد بعض التسويات على أساس أنه تمشي الأمور معها بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل في بعض الفرص لأن مكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن تخففوا من النفقات قدر المستطاع من الآن وحتى ساعة المساء وحاولوا أنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو من النصابين والمحتالين ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أو الطالب بحقوق لا إلك أهم شيء أنك لا تتسرع في أي استثمار قبل الاستشارة ومراجعة التفاصيل أما من ساعات المساء فهنا القمر بينتقل للبيت الثالث فبتنشطوا بالسفر والاتصالات حوارات نقاشات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر نشاطاتك على حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور من الآن وحتى ساعات المساء وبتكون برضو فترة إيجابية دعملة إليك نفسياً وجسدياً وصحياً لأن القمر موجود عندك فالطاقة ممتازة لغاية ساعات المساء فممكن تبدأ بعمل جديد أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد أو تناقش موضوع مهم أما من ساعات المساء فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر بما إنه ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فمعناته بظل هذا الوقت بيتطلب منك الانتباه بشكل جيد لنفسيتك، لصحتك، لتعاملك، لعصبيتك وبظل التعب شوي مسيطر عليك في نوع من أنواع الملل أو نوع من أنواع ضعف الطاقة أهم شيء إنك تعمل بشكل روتيني ما تتخذ قرارات حاسمة ممكن يكون في بعض التفكير لها بعض المواجهات ما بنصحك فيها حاول إنك تحمي نفسك برضو من المحتالين ومن الأشخاص المخادعين اللي ممكن إنك تفضفض بمعلومات ولكن مش للشخص المناسب أما من ساعات المساء القمر خلص بوصل لعندك فهنا بتستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً لو بتلتقوا بالأصدقاء واليوم الأجواء اجتماعية وأيضاً لغاية ساعات المساء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو تتلقى اتصال من صديق قديم أهم شيء أنك تنشط اجتماعياً لأنه مكاسبك اليوم اجتماعية بالكامل معارفك ومن اللي بساعدوك حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم فعشان هيك ما توجه أي انتقادات حادة وما تفرض سلطتك على أحبائك على أصدقائك أما من ساعات المساء بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم لأن القمر راح يوصل لبيت المتاعب فلا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ويبتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبرضو تعزيز العلاقة مع المسؤولين وبظل الوقت مناسب للأشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعة المساء أهم شيء بدون مخالفة قوانين بدون مجازفات ما تشوه سمعتك بأي تصرف ما تغامر باستقرار وظيفتك بالتغيب أو بالأعمال المخلة للقوانين لنطاق عملك اتجنب التصرفات الارتجالية ادرس كل المواضيع بشكل كامل أما من ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد بيظل في نشاط والاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب أو مراسلات خارجية أو السفر والاتصالات أهم شيء أن تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة اتناقية السيارة بين المدن في ساعات المساء واللي عنده امتحان أو مقابلة في ساعات المساء بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض أما في ساعات النهار ما في أي مشاكل اليوم نشاط عالي جداً حوار نقاش إقناع يعني اهتمام بأمور غيبية الاهتمام بعلم جديد النقاش الفلسفي الحوار يعني نشاط عالي جداً حتى على المستوى العاطفي أما من ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً التركيز بظل على الأموال المشتركة اللي هي بنك، ضريبة، تأمين، موالي الزوج أو الزوجة من الآن وحتى ساعات المساء فعشان هيك بظل التركيز إما على حسابات أو مطالبات وأيضاً صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن الطالب بحقوق لعلك أو يكون لك مراجعات لبنك أو ضريبة أو مثلاً بدك قروض ادرسها بشكل جيد اعرف وضعك بشكل جيد ما تغامر قبل ما تعرف وضعك هل أنت بتقدر أنك تسدد فواتيرك أو التزاماتك أو لا وأيضاً أي مشروع ادرسه واستشير أما من ساعات المساءة فبتنشغله في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبصير فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل جهودكم متركزة لغاية ساعة المساء على الأمور المشتركة اللي هي إما شريكك بالعمل أو شريكك بالعاطفي لأن القمر ما زال موجود مقابلك تماماً وحاول أنك تبحث عن شيء أو عن قاسم مشترك يجمعك بشركات مصالحة تتراجع عن قرار تتفق على شيء أهم شيء أنك تكون أكثر تفهماً لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل ما تتخذ قرارات حاسمة وما تعصب وما تختلق المشاكل أما من ساعات المساء تنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر